نظام المعلومات الصحية في أهمية إدارة نظام المعلومات زي ما في عندنا موارد بشرية زي ما في عندنا موارد مالية زي ما في عندنا مقدرات مهم برضو مجال إدارة نظام المعلومات الصحية في القطاع الصحي زي القطاعات الأخرى زي ما حكينا أنه إلهدور في عملية تسهيل اتخاذ القرار اتخاذ القرار المبني على المعرفة على المعلومة على البيانات المبني على البرهان فهذه أنظمة المعلومات الصحية بتساعد الإدارة في كيفية استخدام ومعالجة وتوجيه هذه المعلومات الصحية التي تساعدها بدورها في اتخاذ القرار الصحيح ترجع أهمية تطبيق منذ المعلومات الصحية لعدة أسباب منها إنشاء نظام معلومات صحية متكامل داخل المؤسسات الصحية يحقق السرعة والدقة في الحصول على المعلومات المطلوبة وهذا بدوره طبعا يساعد في ويسهل في اتخاذ القرار السليم والصحيح وفي الوقت المناسب كمثال لو بدنا نحكي على قاعدة البيانات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للمواطنين الفئات العمرية معدل الذكور مقابل الإناث هاي بيانات أو هاي قاعدة بيانات بتساعد في اتخاذ القرار للمسؤول في توجيه خططه نحو تقديم الخدمة الصحية بشكل أنسب توزيع الخدمات الصحية بشكل إكويتابول يعني في نوع من العدالة السبب الثاني التطور السريع في علوم الطب والصحة اللي هاي طبعا فرضت على القطاع الصحي على وجه الخصوص بتطبيق التقنيات وأسدوب الحداثة في تقديم الخدمة الصحية وهذا واضح طبعا يوم عن يوم إنه في أدوات وأجهزة عمار بتتطور أولا بأول وتفرض على النظام الصحي إنها تكون موجودة من أجل تقديم وتسييق الخدمات الصحية سبب الثالث زيادة تكلفة العمل اليدوي من خلال الكم الهائل من البيانات اللي بتكون يوميا بل على مدار الساعة أثناء تقديم الخدمات الصحية يعني لو جئنا نحكي عن المريض ومجرد دخوله للمستشفى في 11 نموذج أساسي ورئيسي هدولة بيكونوا موجودين بشكل أساسي هدولة وكلهم بدينا نقعد نعب ببيانات اللي هي الـ ID ذات البيانات التعريفية والإدارية والبيانات المالية وما إلى ذلك هذا كله حياخد وقت لما بكون فيه برنامج عام وحوسب هو بيعطيني قراءة واضحة لكل اللي هي النماذج نحو توحيد البيانات الأساسية بالضل اللي هو البيانات العلاقة حسب نوع النموذج اللي ممكن يستخدم تختلف من قسم لقسم ومن خدمة لخدمة السبب الرابع ضرورة إنشاء نظام معلومات صحية متكاملة ومتطورة على مستوى الوطن بساعد الإدارة العليا في اتخاذ قراراتها في التخطيط الصحي في وضع الرؤى اللي هي والسياسات المستقبلية وفقا لي اللي هي قاعدة البيانات والمعلومات الموجودة السبب الخامس حياة الأفراد المتغيرة ما بين زواج ما بين وفا ما بين ميلاد ما بين أمراض عما بتسجل عندي قدش معدلات وفيات قدش في معدلات مراضة قدش في معدلات إعاقة هاي كلها بيانات إشمالها بتكون متغيرة على الدوام طوله فيه وقت وفيه حياة وفيه استقبال لحالات وفيه عندنا تغيير لهاي اللي هي البيانات حشان هيك بنحتاج إلى قواعد بيانات تحدد هذا الأمر بشكل دوري على مدار اليومي في تقديم الخدمة وتجديد البيانات المتعلقة في هاي الباراميترز أو ما يسمى بالمتغيرات طيب مفهوم النظام المعلومات الصحي حسب معرفة منظمة الصحة العالمية هو العلم الذي يقوم على اكتساب وحفظ واسترجاع البيانات الصحية وتطبيق هاي البعد ما يتم إلها عملية المعالجة تطبيق هاي المعلومات والمعارف الصحية بأجل أو من هدف تحسين الخدمة الصحية تساعد بهدف استخدامها في البحث العلمي والتعليمي والتدريب مكتب الامرو اللي عرفها الامرو اللي هو المكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أنها هي استخدام وتوظيف التكنولوجيا المحوسبة والشبكات والاتصالات من أجل دعم مجالات المتعلقة بالصحة حسب إختلاف التخصصات الفنية سواء بالطب أو التمريض أو بالصيدلة أو بالطب الأسنان أو بالعلاج الطبيعي أو بالإدارة كل هاي من أجل تقديم خدمة صحية أسرع وبجودة عالية تعريف آخر لنظم المعلومات الصح المحوسب ومجموعة من العناصر والإجراءات والوسائل التي تقوم على تسجيل ومعالجة وحفظ واسترجاع وتوزيع المعلومات بغية تقديم معلومات صحية تدعم في اتخاذ القرار الصحي السليم قد تكون طبعا المعلومات معلومات صحية أو معلومات إدارية طيب نضم معلومات المستشفيات الإدارة بشكل عام يعني كتمهيد للدخول للنظام وتعريفه الإدارة بالمستشفى لا تختلف كثيرا عن الإدارة بأي مؤسسات ومنظمات أخرى عبارة عن إنجاز أهداف المؤسسة بواسطة الأفراد والموارد المتوفرة في المؤسسة لكن في القطاع الصحي بتحتاج إلى مستوى كبير من التعاون من التنصيق من التكامل ما بين جميع الأفراد نحن بنحكي فيها على إدارة عليا بنحكي فيها على كادر طبي تمريضي إداري مالي فني مساند خدمات إدارية مساندة خدمات طبية مساندة موظفين خدمات هاي كلهيتها يعني عبارة عن قطاعات مختلفة كلها بتجتمع مع بعض في نحو تقديم خدمة لمريض واحد على اختلاف التخصصات الموجودة غير إنه الخصوصية الثانية في الإدارة بالقطاع الصحي إنه الخدمة تقدمها للإنسان والخطأ فيها يجب أن يكون بمعدل الصفر يعني الخطأ ممنوع بمنعا باتا في القطاع الصحي لكن قد تكون في إدارات أخرى ينتهي الأمر بإعادة العمل من جديد أو تكون الخسارة في أمور مادية مش الخسارة في إنسان أو روح إنسان أو عضو من جسد الإنسان من الشغلات الثانية اللي تتعلق بخصوصية نظم المعلومات في المستشفيات على الإدارات الأخرى إنه يجب أن تلائم مدى إمكانية وقدرات المستخدمين إحنا بنحكي على أطباء وممرضين وإداريين وبنحكي على فئات خدماتية أخرى مساندة وفنية مساندة ما عندهم مش هالحصيلة المعرفية والخبرة في التعامل مع الأنظمة المعلوماتية المحوسدة عشان هيك هذه الخصوصية الثالثة إنه كيف تستطيع أن تلائم هذه الأنظمة مدى إمكانية وحاجة المستخدم لهذا النظام في القطاع الصحي يعرف نظم المعلومات المستشفيات على أنها مجموعة من النظم المحوسبة الشاملة والمتكاملة للشاملة ومتكاملة لأنها تجمع كافة التخصصات الفنية والفنية المساندة والإدارية والخدمات المساندة التي صممت لحفظ ومعالجة وتوزيع واستخدام المعلومات المتعلقة بالقطاع الصحي سواء جانب حيوي صحي أو إداري في المستشفى الواحد الجمعية السعودية عرفت على أنه نظام معلومات شامل ومتكامل يستخدم في إدارة المعلومات الإدارية والطبية في المستشفيات الهدف من خلاله تمكين العاملين بالمستشفى في تقديم أو نحو تقديم خدمة صحية أكثر نجاعة وفائدة وجودة نظم المعلومات الصحية متعدد ومتنوى فيه عدة اللي هي يعني نظام معلومات عفوا لمستشفيات هو نظام ولكن تندرج تحته مجموعة كثيرة من الأنظمة بلقول عنها الأنظمة الفرعية منها السجل اللي هو المريض الإلكتروني وكل هاي الأنظمة راح نحكي عنها خلال المحاضرات إن شاء الله القادمة فالباشنط إلكترونيك ريكورد أو الباشنط ميديكار ريكورد أو باشنط هيلث ريكورد على اختلاف التسميات نظام سجل اللي هو المريض الإلكتروني أو سجل المريض الصح أو سجل المريض الطبي تختلف من مستشفى لمستشفى ولكنه الخواص والهدف منه واحد من الأنظمة الفرعية الأخرى نظام إدارة معلومات المرضى نظام اللي هو الفهرسة نظام برنامج الدخول والخروج برنامج الطوارئ العيادات الخارجية حسابات المرضى نظام الإحصائيات نظام معلومات الصيدانية نظام معلومات المكتبى نظام معلومات التمريض نظام معلومات حفظ وإرشفة الصور الطبية والأشعة نظام معلومات الأشعة نظام إدخال الأوامر الطبية الإلكتروني نظام التليميدسن أو التطبيب عن موعد الإيهيلث أو الصحة الإلكترونية زي ما فيه عندنا إيليرنينج التعليم الإلكتروني عن بعد نظام معلومات التمريض نظام معلومات الصحة العام هذه كلها تعتبر من الأنظمة الفرعية التي تتبع بكلها لنظام معلومات المستشفيات يتضمن نظام المعلومات الصحة الشامل على عدة مكونات أولها معايير أساسية لاستغلال موارد المؤسسات الصحية على اختلاف مستوياتها بين قسين هذا النظام قادر على عمل حصر للموجودات ضمن المستشفى أو المركز الصحي اتنين توفير مخزون من المعلومات عند الطلب له علاقة بالربط الجغرافي يعني لما بدأجي أحكي على حالات السرطان في قطاع غزة قادر على أنه يعمل لي توزيع جغرافي حسب المحافظات الخمس وين كان فيه عندي تسجيل للحالات بيانات عن جودة الخدمات الصحية زي نظام قبول المرضى انه هذا حدد لي مبرر لكل دخول لكل حالة من الحالات لأنه حدد لي المكان وحدد للطبيب اللي هو تعامل مع الحالة وكان فيه عنده سبب أو حق عفوا مبرر لإدخال هاي الحالة من الحالات بيانات عن معدلات الأداء وهذا وعداد اللي هو العاملين بساعدني في تحديد اللي هم معدل التوظيف في تحديد إمكانية التدوير ونقل العاملين بساعدني في وضع الموازنة والخطة المالية المستقبلية من المكونات أيضا توفير معلومات متخصصة بتستخدم في التخطيط والرقابة على الخدمات الصحية يعني ممكن هالبرنامج يكون بيعطيني إشعارات أو إشارات معينة لما بكون في عندي ازدياد في معدلات حالات مرضية معينة أو لما بقاجي أقارن ما بين حالات أو مترددين على المركز الصحي وعلى المستشفيات في زيادة أو في نقصان هذا بيعطيني إشارات وإشعارات كبرنامج الصحي بدي أقول عنه يعني جيد بيوفر بنك من المعلومات عن الأنشطة وعن المستشفيات المنافسة عن المستشفيات المكملة اللي هو ممكن يساعدني يعني أنا بدي أحكي على مستشفى أطفال عمل لي لينك مع مستشفيات مستشفى عفوا الولادة عمل لي لينك مع مستشفيات اللي هي الولادة أو الحضانة اللي ممكن يكون فيه آليات عمل مشتركة ما بين هاي المستشفيات بيعطيني إمكانية اللي هو الحسابات الإلكترونية وممكن يعطيني نظام تحليل لمحدلات الحالات يعطيني رسومات بيانية تحتليل الانحضار وتحليل التباين يعطيني صورة إحصائية واضحة من خلال لهم برامج ممكن تكون مساعدة ضمن هذا البرنامج نحو توزيع الحالات ومعدلات انتشارها زيادتها ونقصانها يعطيني حساب معينة يعطيني رسوم بيانية معينة يوفر بيانات البند الأخير من المكونات للنظام الصحي الشامل توفير بيانات ومعلومات لطبيعة الأنشطة المتخصصة والروتينية نحو تقديم الخدمة هدولا الثمن مكونات الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي نظام معلومات صحي شامل العوامل التي ساعدت على تطبيق أنظمة المعلومات بشكل عام أول شغلة انخفاض تكلفة أجهزة الحاسوب زمان كان الحاسوب مكلف كثير وكان ليس متوفر كثير وصعب استيرادهم لكن اليوم صار هو متوفر أقل بيت وأقل بيت وأقل مؤسسة موجود فيها عدد كبير موجود فيها ما يلزم من الأجهزة الحواسي توفير عدد كبير من الأيد العاملة المدربة القادرة على تشغيل هاي النظم ولا واحد بيدرس أي تخصص من التخصصات إلا ياخد متطلب له علاقة بمتطلب الكلية ومتطلب تخصص واللي ما يلوش علاقة بالتكنولوجيا في تخصصه بياخد كمساق له علاقة بمتطلبات أساسية لها علاقة بالكلية أو لها علاقة عفواً بالجامعة زي اللي هي مقدمة مثلاً في الحاسوب وهذه أعطت الإمكانية لكل واحد بإمكانية التعاون مع الحاسوب في بيئة العمل وخارجها الحاجة إلى الدقة والسرعة وارتفاع يعني درجة إتاحة المعلومات هاي من العوامل اللي ساعدت على تطبيق إنه لما نجي ندور على بند أو رقة أو اسم معين هدور في مجموعة ملفات وقد بكون هناك خطأ في حفظها وأرشفتها لكن لما بحكي على الكمبيوتر المحاوسة بيكون بشكل سريع جداً ممكن يوفر للبحث اللي أنا طلبته سهولة برمجة العديد من الأنشطة الصحية باستخدام الحاسب الآلي اليوم ولا أي مجال من المجالات المختلفة على اختلاف التخصصات وطبيعة الخدمات إلا هناك برامج محوسبة تساعد في تطبيق أو تقديم الخدمة من خلال هذا المجال من العوامل أيضاً سهولة تخزين المعلومات بوسائط التخزين الموجودة بالحاسب الآلي أو الوسائل الأخرى المنقولة المنقولة السيدي وممكن نعمل على الدرايف على الإنترنت أو ممكن نعمل على الهارد ديسك يعني في عنا وسائل كثيرة من إمكانية تحفظ وتخزين اللي هما المعلومات خامساً سهولة مقارنة بيانات مستشفيات معينة مع مستشفيات أخرى سواء داخل البلد أو خارج البلد وهذا يعني يساعد في اللي هو المقارنة ما بين الخدمة في مكان ومكان آخر كمان منظمة الصحة العالمية حطت ثلاث أسباب أساسية في سهولة وإمكانية تطبيق أنظمة المعلومات قالت الهدف الأول أنه نحد من تكرار العمل والمعلومات بالتأكيد في أي نظام محوسب مش هيكون في نوع من التكرار للمعلومة نفسها الشغل الثاني قال أنه في تنوع في المنظمات الصحية وفي تنوع في مستوياتها سواء في المستقرع الأولية أو الثانوية أو الثالثية المتخصصة وفي المستشفيات أنواع محددة أو متخصصة وخاصة وعامة وفي بالرعاية الأولية تلاقي أربع مستويات مستوى الأول والثاني والثالث والرابع هاي كلها يعني تعتبر مؤسسات كثيرة ومتنوعة ومستويات عدة ولما بدي أخذ أي قرار قد تأخذ كثير من الوقت في جمعها وتحليلها وما إلا ذلك لكن من خلال اللي هو الأنظمة المحوسبة ستساعد بشكل كبير في اتخاذ القرار الشغل الثالث قالت أنه من خلال استخدام نظم المعلومات بيعطينا أنظمة المعلومات إمكانية التنوع العاجل والسريع في المخرجات بأشكال مختلفة يعني بتعطيني إحصائيات تعطيني أرقام تعطيني نسب مئوية تعطيني رسوم بيانية وهاي بحد ذاتها بيقول أنها بتعمل أو بتسهل في عملية الفيدباك اللي هو التغذية الراجعة للمؤسسات ذات العلاقة اللي تعاملت أو ما يعنيها بالمعلومة نفسها أنظمة المعلومات الصحية بحاجة إلى تطوير دائم ومستمر لكن قبل وضع آليات التطوير ومحاورها هناك عدة اعتبارات يجب أن تأخذ في الحسبان عند تطوير أنظمة المعلومات أولها الاعتبار الأول التغير السريع في الطلب على المعلومات وأنظمتها بسبب التغير الكبير في بيئة وظروف العمل الصحي والإداري هنا يعني كتير بيصير فيه تطور أو حداثة للأجهزة والتقنيات بيصير فيه موضوع الوقت مهم جدا فيما يتعلق بالحصول على المعلومة بتختلف طبيعة الأمراض من السنوات الماضية إلى الأيام هاي إلى السنوات القادمة زمان ما كنا بنحكي على كوفيد 19 اليوم صرنا بنحكي على كوفيد 19 تمام؟ اليوم فيه اكتشافات الأمراض جديدة بدي يكون البرنامج اللي بنحكي عنه قادر على استيعاب لمجموعة من الأمراض زمان جدر المية كان موجود وكان من ضمن الأمراض اللي بتم رصدها اليوم بطلنا نسجل حالات وتم استئصال هذا المرض ما فيش داعي أنه يكون ضمن قواعد البيانات وهذا هو المقصود في اللي هو وضع اعتبار معين الاعتبار الثاني التطور الهائل والسري في تقنية الحواسيب والاتصالات مما يؤدي إلى التقادم التقني للأنظمة قبل مرور فترة كافية على استخدامنا يعني أنه إحنا يعني لما بنشتري جوالي اليوم وبننزل عليه تطبيق وطوحنا على النت بعد يومين ثلاثة أسبوع أكثر أقل بيقولنا أنه فيه أبديت فيه تحديث جديد المقصد أنه صار فيه عندنا إمكانية لتطوير أو تطور عندنا البرنامج وإحنا بننصح بعملية اللي هو تنزيل هذا التحديث وهذا التطور المقصد أنه بدأ تكون عندي إمكانية سواء كموارد مادية العلاقة بالحواسيب والاتصالات أو كموارد برمجية أنه إحنا بحاجة إلى التطوير والتحديث الدائم والمستمر من الاعتبارات أيضا تصميم البرمجيات البرامج اللي حيستخدموها الفنيين والإداريين في القطاع الصحي يجب أن تلائم إمكانيتهم يعني أنه هدولا مش متخصصين في الحوسبة ولا متخصصين في البرامج الكمبيوترايز عشان هيك بدنا إمكانيات برمجية ومادية تكون سيمبل بسيطة بالنسبة لهم حسب إمكانياتهم متخصصة في مجالات طبية تمريضية وما إلى ذلك بعيدة عن طبيعة المجالات المحوسبة الشغلة الرابعة اللي يجب أن تأخذ بالحسبان أنه قد تكون هناك خبرة قليلة ومحدودة لدى المسؤولين اللي بدهمها الأنظمة المعلومات وأدى إلى تطوير برامج لا تحاكل مطلوب في بيئة العمل هذه يعني حنتطر أنه إحنا نعدل وحنتطر أنه تختلف مع هذا الأمور فيجب أن يكون هناك مرونة عالية البند الخامس ضمن الاعتبارات اللي يجب أن تأخذ عندها تطوير الأجهزة أو الأنظمة المعلومات تغير قيمة المعلومات مع مرور الوقت يعني المفروض أنه تكون هالبرامج اللي موجودة عندنا تراعي البعد الزمني إمكانية وصولها في وقت سريع جدا إمكانية وصولها من خلال برنامج موحد إلى كل ذو العلاقة للوصول إلى المعلومة اللي تسهل في عملية وصول المعلومة واتخاذ القرار والبناء عليه فبدي يكون عامل الوقت عامل مهم جدا في إمكانية أنه هاي البرامج المحوسبة تساعد في إيصال المعلومات المطلوبة إلى ذوي أو جهات الاختصاص في وقت قياسي وسريع قديش هذا حيساعد في اتخاذ قرارات سريعة وتحمي من وجود أمراض على سبيل المثال وجود أوبئة معينة التدخل السريع فيها قديش ممكن يقي من وجود حالات انفجارية بين قوسين أنه أوبئة تكتمل بأعداد كبيرة جدا وبيصير الصعب السيطرة عليها عامل الوقت في التدخل في هذا الأمر يعتبر من العوامل الأساسية والمهمة جدا طيب بالرجوع إلى تطوير أنظمة معلومات صحية ناجحة أول حاجة تطوير أنظمة معلومات موجهة لتلبية احتياجات الإدارة وهنا مهم أنه تسهل عملية الإشراف المباشر إمكانية مشاركة كافة الإدارات تحت سقف برنامج إداري معلوماتي للإدارة بشكل موحد يساعد في إمكانية اتخاذ القرار المناسب يساعد في التخطيط وضع الأولويات يعني يتماشى مع مستوى الإدارة في الإدارة العليا وما يتطلبه من إمكانيات اثنين تطوير أنظمة معلومات ذات كفاءة ومردود اقتصادي وهنا بالدرجة الأولى أنه تتماشى هذه الأنظمة المعلومات مع الرؤى التي وضعتها الإدارة العليا مع الاستراتيجيات المعتمدة وهنا بتيجي دور لتحديد الأولويات في تطوير الأنظمة يمكن صعب جدا أنه ندخل على كافة الأنظمة الفرعية حكينا حوالي 20 نظام فرعي في المستشفى لكن لما أبدأ بنظام محدد ممكن أصل إلى إمكانية تطبيقه ولو كان فيه عنده أي إخفاقات ممكن يتم تعديل بدل من عدل على 20 برنامج من عدل على برنامج واحد إذن يعني أنه ضمن تحديد أولويات زي مثلا تطوير نظام معلومات الصيدلة نبدأ بهالبرنامج أو هالنظام ويتم اللي هو التعليم والتدريب عليه وإمكانية تطبيقه وعمل تقييم إله هل فيه عندنا إخفاقات أو مشاكل ثلاثة تطوير أنظمة معلومات أنظمة معلوماتية متكاملة وهنا مقصود فيها الشمولية يعني مش معقول أنه يكون فيه عنده نظام حوسب إلى علاقة بالدخول والخروج ما يكونش مربوط مع المالية ما يكونش مربوط مع السجل المدني ما يكونش مربوط مع الأقسام الفرعية الموجودة بالمستشفى هاي المقصود فيه اللي هي التكامل والشمولية تطوير أنظمة معلومات تعتمد على قاعدة بيانات مشتركة والهدف من خلالها عدم وجود الإزدواجية والتكرار في عمليات الحفظ والتخزين والمعالجة مش معقول يكون القسم هذا بيشتغل إشي تمام؟ القسم الثاني يكون بيشتغل نفس الحاجة ونلاقي حالنا بنعمل عملية التكرار طيب التطوير التدريجي لأنظمة المعلومات وهنا بنذكر ثقه التدرج بما أنه هالبرامج المحوسبة بتكلف كثير وبتاخد جهد كثير وبتتعب وبتسزف من عندنا وقت ممكن نخسر لا سمح الله على الفاضي عشان هيك مطلوب أنه نبدأ بشكل متدرج نبدأ بفرع معين من الفروع اللي حكينا عنها بفرع المستشفيات نضم معلومات التمريض وبعد هيك ننجح بهالبرنامج وهذا النظام ومن ثم يتم تعميم التجربة على أنظمة أخرى المتطلب السادس نحو تطوير الأنظمة تطوير أنظمة معلومات تتسم بالمرونة وسهلة الاستخدام المرونة دائما نحن متفقين على أي شيء وضع خطة مستقبلية أو شيء له علاقة بعمل مستقبل يجب أن يكون أو يتسم بالمرونة لأنه أكيد ممكن تمر معنا بعض الإخفاقات أو بعض التحديات والعقبات بحاجة أنه نعدل للخطة اللي موجودة وهذا نفس الشيء فيما يتعلق بالأنظمة من الصعب ضمان تطوير أنظمة معلومات تلبي الاحتياجات لفترة طويلة عشان هيك يجب أن يكون هناك إمكانية الحدف والإضافة والتطوير والتعديل وهنا بن قسيم يقول عنها المرونة الشغل الثاني إمكانية إجراء التعديلات بسرعة المطلوبة وبسهولة إحنا بنحكي على أمراض بدي تعطيني نتائج فورية يعني كل ما أدخل أنا رقم جديد في موضوع كورونا ألاقي المنحنة اللي بيعطيني إياك مخرجات عما اللي بيتغير أول بأول ما بديش أنتظر تقارير أعمالها مثلا أسبوعية أو شهرية أو يومية بدي أنا يش تقارير فورية وسريعة إمكانية حدف وإضافة أمراض جديدة على قواعد البيانات هذا المقصود فيها أما السمة الثانية المرتبطة بالمرونة هي سهولة الاستخدام وهنا زي ما حكينا أنه التخصصات الطب والتمريض والتخصصات الأخرى بعيدة كثيرا عن مجال الـ IT والتكنولوجيا المعلومات ولكن اللي بنقول هانا إمكانية أنه بهالتخصص البعيد الفني للعلاقة بالطب والتمريض والتخصصات الأخرى إمكانية أنه يتعامل معها البرنامج بسهولة وسلاسة حسب إمكانياته المحدودة ضمن التخصص البعيد عن مجال الـ IT طب كيف نخطط لإنشاء نظام معلومات في المستشفى هناك عدة خطوات يجب أن تتخذ تعتبر أساسية نحو التخطيط لأي نظام معلومات أول حاجة تحديد الأهداف العامة للمستشفى وكذلك تحديد الأهداف الفرعية لكل قسم من أقسام هاي المستشفى هاي تعتبر طبعا الإطار العام الذي بمجبه تلتزم الإدارة ويلتزم يعني مصمموه أنظمة المعلومات ولا يخرجون عنه ويجب أن يكون طبعا زي ما حكينا مرن وحكينا ليش مرن قبل شوي يكون مكتوب يكون واضح يكون ضمن أولويات نبدأ بجزء ومن ثم نعمم مكتوب تمام الخطوة الثانية تحديد احتياجات المستشفى من المعلومات بيقولوا 30% من الأعمال الإدارية اللي بتنعمل في المستشفيات ملهاش لزوم إلا أنه بيعملوها وبترهقهم بشكل كبير جدا تمام يعني ممكن إحنا من خلال برنامج محاوسب ما نحتاجش أنه نكتبها على الإطلاق وبنحتاج إلى عملية اللي هو تعديل في شغلات إلى علاقة بحالات المريض يعني مريض مثلا في السجل الإلكتروني بتبع المريض بدل ما أنا أمسك 11 نموذج أساسي وأكتب فيها الإسم وأكتب العمر وأكتب البيانات الإدارية والبيانات المالية وبيانات الإدخال ألاقي حالي ما أكتبهاش غير مرة واحدة على البرنامج وبتجيني من خلال اللي هي قاعدة البيانات اللي موجودة عند السكرتاريا والسجل الطبي وبظل اللي هي البيانات اللي ممكن إضافتها وتعديلها متعلقة بالحالة المرضية وتغيرها بشكل يومي لدى المريض هاي من ضمن الشغلات اللي هي بتتعب كثير وما فيش مجال نتركها لكن بالبرنامج بتوفر علي كل هالكتابات اللي ممكن أنا أتجاوزها من ضمن الاحتياجات أنه يجب أن يكون نظام المعلومات حتى يكون ناجح يلبي حاجة المستشفى ويستجيب للتطورات أولا بأول الشغلة الثالثة يكون غير مكلف وغير مرهق ويكون يعني معوى البناء ومساعد هذا ضمن الخطوات الأساسية لتخطيط نظم معلومات المستشفى الخطوة الثالثة تحديد الأشخاص والجهات التي تحتاج إلى المعلومات وهذا من الشغلات المهمة جدا لهيك مش ضروري أنه التقارير تمر على كافة الأشخاص الموجودين بالمستشفيات المعلومات الكثيرة بتساعدش في اتخاذ القرار بتساعد في هدم اتخاذ القرار وتؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرار لأنه معلومات كثيرة جدا وما بتلاحقش عليها يعني اللي له علاقة بالمعلومة هو فقط من يجب أن تصلوا المعلومة يعني تقارير شغل الأرشفة ما بيعنينيش أنا كمسؤول الصيدلية تقارير عمل قسم الفندقة والسكرتارية الطبية ما بيعنينيش أنا كتمريض لأنه ما ليش علاقة بهيك مباشر هو بالنسبة له بيرفع للمسؤول الإداري فيجب أن تصل المعلومة إلى من لهم علاقة بطبيعة العمل بشكل مباشر والهدف من خلاله مش حاجب معلومة الهدف من خلاله توزيع المعلومة على من تلزمه حتى تساعد في اتخاذ القرار اللي إحنا عمال بدنا إياه مش إنه إحنا بنزيد صعوبة ونجهدهم أكثر ونستنزف وقت أكثر دون طائلة أو مردود كمان من الخطوات الرئيسية لتخطيط نظم المعلومات تحديد شكل المعلومات طرق عرضها وأوقات العرض يعني هل إحنا بدنا إياها تقارير مكتوبة هل إحنا بدنا إياها رسومات بيانية هل إحنا بدنا إياها أرقام بدنا نسب بدنا معدلات تمام يجب أن يكون وقت يش هو مناسب إنه إحنا نوفر أو نوفر هذا اللي هو المعلومات هل إنه بكفيني مثلا نعمل تقارير شهرية ولا بحتاج إلى أسبوعية ولا بحتاج إلى يومية أو آنية أي إن كان تمام هذا يجب وضع أو ضمن التخطيط لإعداد نظم معلومات أن تكون حاضرة هاي الشغلات الخطوة الخامسة بيان طريقة تخزين المعلومات يجب هو خلينا أقول من خلال حاجة بسموها دليل إجراءات دليل إجراءات كيف إحنا يعني الإجراءات المقصود فيه يعني مجموعة من الخطوات المتتالية والمتسلسلة ما بتتم خطوة رقم اتنين دون إنفاذ خطوة رقم واحد المقصود هنا كيف أنا بدي يجب أن يكون شيء مكتوب وواضح ومحدد بحدد في كيفية حفظ وتخزين المعلومات طرق اللي هو الحصول عليها التفريط في المعلومة يعتبر يعني مخالفة قانونية وتحسب عليه المؤسسة كما يحسب عليه الشخص نفسه إمكانية دخول مثلا فيروسات أو دخول هاكرز لجلب المعلومات وقواعد البيانات هذا يعتبر من المشاكل القانونية التي تؤثر على المؤسسة نفسها عشان هيك يجب أن يكون هناك دليل إجراءات لتخزين وحفظ المعلومات كمان إحنا يعني خصوصيتنا في فلسطين وقطاع غزة إنه ممكن نتعرض للقصف ونتعرض له اللي هو العدوان الهمجي الإسرائيلي حتأدي إلى فقدان المعلومات فيجب أن يكون هناك دليل إجراءات يوضح كيفية حفظ وتخزين المعلومات بشكل دائم الخطوة السادسة تحديد طريقة استعادة ونقل المعلومات قلنا عمليات الحفظ قد تختلف من مكان لمكان بأسلوب معير حسب دليل الإجراءات اللي ممكن يكون خاص بالمستشفى أو المؤسسة الصحية نفسها ممكن يكون في قسم السجلات في إدارة المعلومات وحدة الحاسوب والأشخاص المخولين بالحفظ محددين والاسترجاع كمان ممكن نقل المعلومات من خلال تقارير مطبوعة أو محوسبة تقارير من خلال تقارير صوتية شفوية من خلال باوربوينت برزنتيشن وخلال مايكرو فيلم مايكرو فيش شاشات حاسوب هذه تعتبر من ضمن اللي هي أسليب نقل المعلومات بالطرق المختلفة بالتقارير المحوسبة أو التقليدية الورقية الخطوة السابعة إدامة المعلومات يجب أن يكون البرنامج هذا في حاجة اسمها بلت إن ميكانزم يعني ميكانزم يعني إمكانية داخلية داخل هالجهاز بقدراته أن المعلومات اللي مافيش عليها تداول يتم استبعادها بدش أقول حدفها يتم استبعادها في ما تكونش نشطة يعني لما منيجي نفتأ إحنا ملف وورد على سبيل المثال لو جينا بالماوس على الآيكون اللي موجود فيه عليها ملف الورد حيعطيني خيارات للملفات اللي فتحت أخيرا وهذا المقصود في عملية إدامة المعلومات أنه البلت إن ميكانزم الخاصية الموجودة في هذا البرنامج إمكانية يعطيني كل المعلومات اللي عمال فيها تداول عليها وبتكون آخر حاجة تم التعامل محا وتداولها اللي بتقول عليها يعني المعلومات النشطة والغير نشطة ما بيحذفها لكنه بتم اللي هو تجاهلها داخل البرنامج نفسه وممكن استعادتها متى طلبها المستخدم نفسه الخطوة السادسة والأخيرة الرقابة على النظام لابد إنه يكون البرنامج نفسه المحاوسب بوفر تغذية راجعة لإدارة المستشفى هاي التغذية الراجعة بمثابة أدام من أدوات الرقابة يعني حصلنا من نجاحات في هذا البرنامج حتى يبنى عليها ويثنى على هذا العمل وإذا كان في مشاكل أو صعوبات واجه هذا النظام بحاجة إلى إجراء تعديلات وتغييرات يساعد في التدخل السريع في الوقت المناسب وبأقل التكاليف اللي ممكن تكون في عملية التعديل والمراجعة هيك بنكون أنهينا الفصل الثالث من نظم المعلومات الصحية تحدثنا فيه على أهمية إدارة نظم المعلومات الصحية المحوسبة حكينا على مفهوم النظام الصحي المحوسب بمفاهيمه المختلفة حكينا على نظام المعلومات المستشفيات بعدة تعريفات ومقومات ومقدمة في كيفية قبل التعريف فيما يتعلق بنظام المعلومات المستشفيات واختلافه عن عنظمة المعلومات الأخرى حكينا على مكونات نظام المعلومات والعوامل التي ساعدت على تطبيق نظم معلومات وآخر حاجة حكينا فيها التخطيط لإنشاء نظام معلومات بخطواته الثمانية في كيفية تخطيط لإنشاء نظام معلومات محوسب في المستشفيات هيك نكون ختمنا الفصل الثالث إن شاء الله في الفصل القادم الرابع هنحكي فيه على يعني عدد كبير من الأنظمة المعلوماتية الصحية المحوسبة الفرعية اللي هي تابعة للنظام الأساسي نظام المستشفيات وفقكم الله لكل خير السلام عليكم ورحمة الله